أسمتي كتابك لجوالات الفصول عندك هي جوالات وحقيقي هي حياتنا كل مرحلة فيها جولة مختلفة وكل مرحلة فيها حكاية مختلفة احكيلي شوي عن الجوالات أو عن الفصول اللي أسمتيها في كتابك الجوالات فكرتها هما سبع جوالات فكرتها بالضبط السؤال اللي لسه حضرتك سأله الوعي يبدأ ازاي فأول حاجة أنت محتاجة تعرفي نفسك من جوة عبارة عن ايه وبعد كده محتاجة تعرفي الصفات وبعد كده محتاجة تعرفي ازاي تتعاملي مع اللي حواليك والعلاقات تبقى عاملة ازاي وفكرة العلاقات أو الوعي في الجانب أو الزكاء الاجتماعي أو الوعي في جانب العلاقات مش بس العلاقات بالناس انت علاقتك بنفسك وقبل الاتنين علاقتك بربنا سبحانه وتعالى طيب وبعدها احنا نقدر نتعامل ازاي في الحياة طيب وبعدها نبدأ بقى نمسك في الـ الى هي أكثر المشاكل النفسية الشائعة القلق الاكتئاب التوتر نتعامل ازاي في الحاجات دي لان كمان احنا عندنا مشكلة شوية يمكن في المجتمع العربي اكتر قولي الاوي ناس اللي بتربي اولادها الصغيرين على الفهم النفسي لشخصيتهم لما نفضل كل ما الولد يعاية نقوله ما تعايتش ما تعايتش ما تضعفش فيطلع فاكر ان دي وصمة عار فيطلع طول عمره خايف يقول ان هو عنده مشكلة او ان هو تعبان ده حق انه خايف يشتكي بالزبط فالوعي النفسي ده مراحل ليه ليه علشان اعرف ازاي اتعامل مع الحزن او القلق او التوتر لازم استنى لحد ما اكون وصلت المرحلة سيفير جدا فذي برضو جولة مهمة جدا وهكذا الجولة التانية ماذا يدور بداخلك ان احنا نعرف ايه لجوانا ان احنا نعرف ايه المشاكل اللي عندنا بالزبط كل واحد عنده مخايف معينة قلق معين من حاجة ممكن يكون عند ترومة معينة من حاجة مر بياه وهو صغير فبتكبر معاه كلميني شوي ازاي اعرف ايه لجوانا او قد ببأ انا نفسي مش عارفة زي ما انت بتقولي طيب خليني اقولك الحاجة مهمة جدا الفصل ده تحديدا بيعتمد على نظرية سيجمينت فرويد يعني من اهم طبعا الناس في علم النفس هي فكرة التشريح النفسي النظرية دي مشروحة يمكن في مئة الف كتاب ودايما الناس بتكون فكرة من الكلمة كده لو ايه انت يا هتشرحيلي بايولوجي ايه انت موضوع بسيط جدا انا بس بقولك انه الناس بتتخد او تيجي تقولي انا عندي انفسهم في الشخصية انا عندي اتنين جواب بعد مين شخصك بحاجة ايدي جدا انا كثير جدا اصلا انا بعد اقول الحاجة وعكسها في دماغي اصلا انا ساعت بحس ان انا طفلة وفي نفس الوقت انا واحدة كبيرة اصلا انا هو ده الطبيعي هو اللي مش كده هو اللي غريب فده فكرة التشريح النفسي انسي من جوه نفسيتك ووعيك بينقسم لتلات مراحل فطبيعي ممكن مرحلة منهم في موقف تلاقيها تأبأ الاعتراف بالضعف وتلاقي الشخصية التانية هي منهارة من الضعف اللي هي وصلاله ده مش معناه ان انتي عندك مشكلة نفسية انتي بس محتاجة تفهمي ان الاتنين موجودين وازاي نصالحهم على بعض ونرجع تاني لنقطة الوعي اللي حضرتك اشارتي لاهميتها مجرد ان انتي لما حتى بنشوفها قدامنا لما تشرحي لحد كده تلاقيها هديت يعني انا ما عنديش مشكلة طمينة اه اللي هو ايه ده عادي ده انا كنت فاكرة ان انا مجنونة